من ابرز وسائل الرقابة التي اعتمدها النظام هم امنيون البسهم النظام جبة الصحافة ومكنهم من بطاقة الصحفي المحترف وصحفيين حول وجهتهم عبر اغداق الاموال والامتيازات كانوا مخبيرين في كل المؤسسة الاعلامية ووظفهم لتشويه الاصوات الحرة وهدك اعراضهم لاسكاتهم تحصل برهان السيس على 351.680 الف دينار منذ انطلاق تعامله مع الوكالة في 8 اكتوبر 2001 دون احتساب ما يتمتع بمقتضى انتدابه الوهمي بالشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية سوتيتال بمرتب مدير مع امتيازات عينية تتمثل في سيارة وظيفية وحصة وقود ب300 دينار شهريا اطلعت عليه مع الموافقة مع تشجيعي انتدابه من طرف هذه المؤسسة ووضعه على ذمة الوكالة التونسية للاتصال الخارجي كانت هذه تعليمات خطها بن علي يوم 6 فيفري 2009 ردا على مذكرة رفعها اليه اسامة الرمضاني الرئيس المدير العام الوكالة التونسية للاتصال الخارجي حول تعاون برهان بسيس مع الصحب سمارة على انجاز موقع انترنت موازن بهدف التضليل حول المستجدات الحقوقية والسياسية في تونس بعنوان كلمة لضرب موقع كلمة المستقل بعد ان نجحت صحب سمارة في اختراق فريق عمله والاندساس ضمنه ترجمة نانسي قنقر